السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر ومساء الخير يا بلدنا مساء الخير يا ولدنا مساء الخير على ناسنا الطيبين موضوع حلقتنا النهاردة مهم جدا وبخاصة في هذه الفترة وموجة كورونا الثانية هنفتح النهاردة ملاث مهم جدا الصحة في مصر بداية حابين نتكلم عن أهم الإنجازات اللي تمت في مجال الصحة منذ تولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هدفه الأول هو المواطن المصري صحة المواطن المصري لأن بدون ما يكون المواطن المصري لديه صحة جيدة لن يستقيم الحياة ولن يكون أبدا هناك إنتاج ولن تتقدم هذه الدولة إذن الحجر الأساسي لهذا التقدم هو صحة المواطن المصري مبادرة 100 مليون صحة التي قام بها سيادة الرئيس والتي أشرف عليها بنفسه كانت مبادرة هامة جدا في أشياء كثيرة واندرجت تحتها كثير من المبادرات مبادرة 100 مليون صحة كان بدايتها استهداف حوالي 50 مليون مواطن للقضاء على فيروس سي اللي بحلول شهر يوليو 2020 استطعنا أن نقول مصر قضت على فيروس سي الجميل في الأمر أن مصر لم تبدأ في هذه الحملة للمصريين فقط لكن كمان للمقيمين في مصر وأيضا لطلاب المدارس بحيث أن حوالي 9 مليون طالب تم كشف عليهم ويعني مراعاة هل هناك فيروس أم غير موجود طيب بعد كده هنلاقي أن مبادرات التي قام بها سيادة الرئيس فيما يخص أو تحت مبادرة 100 مليون صحة كان لها الكثير من الاهتمام بالمرأة وجعل المرأة أهمية كبرى وهي أساس الحياة فكانت الكشف عن سرطان السادي وبفعلا تم الكشف عن حالات كتيرة منعت هذه المبادرة دخول هؤلاء هذه السيدات في حالات من المراحل المتقدمة في سرطان السادي أيضا الاهتمام بطلاب المدارس في الأنيميا وفي أستمنى وفي النحافة وده كان أمر مهم جدا وبخاصة أن فكرة الأنيميا لطلاب المدارس كان موضوع مهم جدا لأن ده الأكيد بأثر على نسبة التحصيل الدراسي أيضا منظومة الطب أو منظومة تأمين الصحي الشامل اللي بدأ به في بورسعيد ودخلوا حوالي 65% تم تسجيل أسماهم واكتمل بخمس محافظات أسوان والأسر والإسماعيلية والسويس والجميل في هذا الأمر أن هذا الموضوع كان يسير مع الكورونا جنبا إلى نام معنا مكلمة تلفونية وحنتم معنا دكتور محمد الصياد دكتور محمد الصياد دكتور مساعد يعني مركزة جامعة الأسكندرية وحنتكلم مع دكتور محمد في أهم المواجهات التي تقوم بها المستشفى بخاصة وهو قائم على مستشفى عزل تعليمي في جامعة الأسكندرية أهلاً وسهلاً يا دكتور محمد السلام عليكم أهلاً وسهلاً أفندم عليكم وسهلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك محتاجين نعرف من حضرتك أهم الإجراءات الاحتراضية اللي بتقوم بها مستشفيات العزل في الأسكندرية في الوقت الراهن وخاصة بعد موجة كورونا السنية تمام بدايةً بشكل حريق جداً وقناة الصحة والجمال بصراحة يعني من القناة الميادة اللي بتفرض مساحة في الوقت الخالي لمثل هذه الأمور الهمة يعني ما فيش طبعاً أهم من جائحة كورونا في العالم كله حالياً طبعاً الموجة الثانية يعني أنا بس ليا تحفظ على المسمى نفسه طبعاً لا يوجد في العالم كله تعريف راسي اسم الموجة الثانية للفيروسات ولكن غالباً جاء المصطلح ده إن هو إعادة ظهور حالات جديدة بعد انتهاء الحالات أو وصولها لمعدة للصفر ده ما حصلش قبل كده بس حصل في المنزلة الأسكنية سنة 1918 فطبياً إحنا ممكن نقول إن فيه موجة أولى لازالت مستمرة انخفضت الأعداد صحيح ولكن هي عبارة عن موجة واحدة بتاع الوطن خفض وبعض العلماء كتير عندهم تحفظ على مصطلح الموجة الثانية طبعاً الملاحظ مع تخصيف إجراءات الحظر في كثير من دول العالم الناس حسد بالإطمئنان فيه علماء كتير بيرجحوا زيادة الأعداد تاني إن الإطمئنان أو حالة الإطمئنان اللي وصلت عند الناس لما خففنا إجراءات الحظر بالنسبة للإستعدادات طبعاً أنا شايف إن الموضوع ماشي في تسلسل ممتاز جداً طبعاً أول حاجة متمثلة في مستشفيات الدولة المستشفيات العامة وأنا شايف إن هي قبل البلاء انحسن في الموجة الأولى نجاز التعبير يعني وشايف إن إحنا ما وصلناش للفول كباستي أو الطاقة الاستعبية القصوى وشايف إن إحنا تعملنا معها كويس جداً يأتي دور تاني طبعاً للمستشفيات التعليمية حالياً عندنا مثلاً في مستشفيات جامعة الإسكندرية في مستشفياتين قائمين على العزل يتم التعامل مع الحالات بداية من فرز وعزل الحالات وحجز الحالات الحرجة التي تحتاج لعلاج بعضها الوحجة في القسم الداخلي وبعضها في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم مع حضرتك متى يبدأ الإنسان يشعر بأنه هو لازم يتوجه فوراً للاتصال بالرقم 105 أو التوجه لمستشفى عالي؟ كمان فنزم طبعاً السؤال ده مهم جداً خصوصاً إن إحنا في فصل الشفة وده طبعاً متعرف عليه هو الموسم أو لها مثلاً ميس سيزن الإنفلوانزا أو الإنفلوانزا الموسمية العادية اللي كانت بتيجي قبل كده وإحنا الأمانة كنا في الفترة دي بنشوف الإنفلوانزا يمكن الناس مستمعش عنها كتير أو مكادش مهتمة بيها اللي هي الـ H5N1 والـ H1N1 اللي هي الطيور والخنزير وكان بيها برضو معدل وخيات مش أوليين بس طبعاً جائحة كورونا غطت على الكلام ده كله فطبعاً الموضوع فصل الشتع بيبقى مبهم شوية الأعراض متعددة ما بين أعراض تنفسية وعراض جهاز هضمي الموضوع متغير من مريض للتاني مش لازم يجي الأعراض في نفس جلها همدان شديد في الجسد في كوحة نشفى في سخنية وإحنا بنقول لما تشعر بهذه الأعراض يعني بتتوجه لأقرب مكان مخصص تبع وزارة الصحة لإجراء بعض الفحوصات وتقييم حالة المريض من العزل المنزلي أو حجز بالقسم الداخلي أو حجز لقدر الله بيعنا المركزة طبعاً لو جينا تكلمنا يا دكتور عن يعني من خلال قراءاتي خلال الفترة سابقة ووجدت أن هناك نسبة كبيرة من الأطباء حوالي 50% بيهاجروا بر مصر قد يكون الأسباب أسباب مادية أسباب معنوية لكن الشيء القاتل الموجع أن يكون الأطباءنا هم درع هذا الوطن ودرع حمايتنا وممكن نلاقي حالات اعتداء مثلاً من الأهالي المرضى في المستشفيات رأي حضرتك في هذا الأمر إيه؟ والله يا أستاذ أهمت حضرك أثرت الموضوع مهم جداً وطبعاً يعني لو عايزين نحط له مسامة يبقى إحنا الاعتداء على الأطقم الطبية لشك طبعاً أن الأطباء في الوقت الحالي في الزل جائحة كورونا الناس كلها يعني قدمت للأطباء والمجال الطب والكادر الطب عموماً كل الشكر والتقدير ولكن يعني الحقيقة في مصر عندنا الموضوع محتاج شوية اهتمامات زي ما حدث قلت طبعاً الجانب المادي شيء لا ينكر ولكن نحي جانباً دلوقتي طبعاً موضوع الاعتداءات أمر مشين ولا يليق بالشعب المصري بتاتاً احنا كلنا في نفس المركب احنا مع المريض ما احناش ضده قد يكون الأمر ظروف غير صالحة خدمة غير متوفرة طبعاً وكلنا شايفين التضحيات الأطباء بيقدموه على فترة مصر من أكبر دول العالم شهداء أو تضحيات شهدونها تم تقريباً 195 شهيد وده رقم رهيب تماماً فمش عايزين نقول ان الطبيب مهام في بلده مكرم في الخارج وطبعاً احنا كلنا موجودين في خدمة بلدنا وناسنا وأهلنا وده حقهم علينا وحق بلدنا بس برضو الكادر الطبي ليه حقوق وانا شايف برضو ان اشكال العنف دي كتيرة يعني عنف وتعدي لفظي عنف وتعدي يدوي تعد على المنشآت الطبية ودي حاجة مهمة جداً للأسف حتى الأجهزة ممكن أجهزة بملايين ممكن تتم تكسيرها حالات كثيرة بهذا الشكل ممكن نشوفها في مستشفياتنا وهذا أبداً لا يتناسب مع سلوك المصريين المحترمين أشكر حضرتك جداً دكتورنا العزيز ونشرف بحضرتك في توجودك مهمة شكراً جداً لدكتور كما قال دكتور أن فعلاً احنا محتاجين اهتمام أكثر وبناشد من هنا رجال الأعمال بناشد مؤسسات المجتمع المدني أننا نبدأ نساعد الكوادر الطبية ونبدأ نساعد المستشفيات حتى أنها تقدر تقوم بكل دورها بشكل كافي الدولة عليها جانب مهم وفعلاً الدولة على قد ما بتقدر بتقدر بتقدم لكن ما زلنا في احتياج إلى المزيد من الخدمات ودور المجتمع المدني أعتقد في هذه الفترة مهم جداً عايزين نتكلم عن التمريد كوادر التمريد في مصر وأتمنى يكون معنا اتصال هديفي الآن كوادر التمريد في مصر كوادر التمريد في مصر مهمة جداً وحقيق أن نسبة 20% فيه احتياج لكوادر التمريد وأيضاً بالرغم من دخول أو الجامعات اللي خاصة بالتمريد ومعاهد التمريد إلا أننا بنشوف على مستوى الحقل في المستشفيات أن في عجز في التمريد معنا الآن دكتور سماح عبدالله عميد كلية التمريد جامعة أسيود أهلاً وسهلاً بك يا دكتور أهلاً وسهلاً بحقيتك كيف حالك؟ كنا بنتكلم يا دكتور عن دور التمريد ملائكة البيضاء الذين يقومون بدورهم في صمت وبنفقد منهم الكثير أيضاً في صمت دور التمريد في مواجهة جائحة كورونا في أسيود يا دكتور أهلاً وسهلاً بخبرتكم ونتمنى أن الجائحة جيدة على خير إن شاء الله ولا تحفظ منها أرواح لا من التمريد ولا هم غيرها إن شاء الله وإن شاء الله تربل علينا والله هو دور التمريد يعني مش جديد عليهم لأنه دورها في كل وقت وفي كل مكان اللي هي رعاية المرضى أياً كانت حالتهم بس في كورونا الوضع مختلف شوية لأنه هو محتاج يعني عادةً إحنا بنقدم الخدمة للمريد دلوقتي إحنا عايزين الممرضة نفسها أو الفريق الطبي نفسه ياخد باله من نفسه عشان يقدر يدي الخدمة دي بالضبط بالضبط فأول حاجة عايزينها منها إن هي تتكلي بالها من نفسه عشان تقدر طراعي الناس أول حاجة إنه تنتزم هي نفسها بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالمياً ودي حاجة مش مستعبة الشعوبة بتاعتها تكمن في توثير الإمكانات بس داخل المتشفيات أو داخل العنايات أي أمكان الحاجات المستزمات الحاجة الثانية اللي هي تنتزم هي نفسها بالإحترازات الشخصية ومش بقى الممكنات اللي هي هتستخدمها يعني مش بتكلم هنا على المرسل مش بتكلم على الجو مش بتكلم على ما تاخد بالها من نفسها في إن هي النظام الغذائي بتاعها يبقى كويس النظام الصحي بتاعها اللي هي بتاعها اللي هي فترة تخلي بالها من نفسها بحاجة تانية إن هي لو عندها أي أعراض بسيطة ما تهملهاش يقول أنا لا أنا كويسة لا أنت مش كويسة لأن أنت البسيط اللي عندك دوت مع طبيعة شغلك ومكان شغلك هيبقى كثير وهتائزه غير كبير فأرجوك فيها اللي قالت من نفسك الأول عشان تقضيك بسيطة دكتور بعدها حضرتك بما أن حضرتك عميد كلية التمريد هل الكلية بتقوم مثلا بندوات تثقفية توعوية للطالبات التمريد أو حتى للمجتمع المدني بشكل عام؟ هقول حضرتك هذا هو واحد جسء أساسي من رسالة الكلية ورؤيتها أن هي المشاركة المجتمعية سواء كان ده للطلاب أو للمجتمع النمر واحد للطلاب أو المجتمع وطلاب الامتياز أنا عندي عاملين في كلية قناة على اليوتيوب بتتكلم على الكوفيد 19 بس وكل يوم بنزل لهم تحديث فيه رائع يعني لو فيه تحديث في علاج لو فيه تحديث في أنشطة لو فيه تحديث في إجراءات احترازية علاوة على التنشيط التثقيفي نفسه يعني كمعلومات الحاجة الثانية أن إحنا الامتياز بتاعنا بنجيبهم الكلية في معمل التدريب المستمر علشان يتدربوا عمل لي رائع جدا عمل مع العيان إزاي يعمل كذا يعني بشكل المستمر فيه تدريب وفيه تحديث رائع جدا دكتور سماح نشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات القيمة ونتمنى إن شاء الله إن فعلا ربنا إن شاء الله بإذن الله يحافظ على كوادرنا الطبية جميعها وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير بأمر الله نرجع تاني للإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس والدور اللي بتقوم بالدولة ووزارة الصحة وسكان الوجه الآخر اللي بنشوفه في المجتمع حاليا إننا بنلاحظ لو حضراتكم طبعا تعلمون وجميعنا نرى مترو الأنفاق مثلا بدون كمامات رغم صوت الدائم المكرر بغرامات سوف تفرد على من يدخل المترو بدون كمامة وبرغم من كده عداد كبيرة ما فيش تباعد اجتماعي ما بين الناس الزحمة في كل مكان إذا لم ننتبه إلى هذا الخطر فإحنا أمام سيناريوهات لا نتمنى أن تكون أتمنى يكون معنا اتصال هاتفي أيضا من أستاذ دكتور أستاذ دكتور لم ياء ألو سلام سلام عليكم أستاذ دكتور لم ياء شعبان أستاذ أمراض الصدر والرعاية ألو والرعاية المركزة أهلا وسلام بحضرتك إزاي حضرتك أشكر حضرتك على حضورك معنا على الهواء محتاجين نسأل حضرتك الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها قسم الصدر في جامعة أسيوت مستشفيات جامعة أسيوت هلها كافية وهل فعلا فيروس كورونا يعني في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة أصبح أكثر فاتكانوا على الجميع أن ينتبه بسم الله أسمن الرحيم طبعا أنا عايزة أقول الجملة جميعا إحنا في ناصر في الفترة الجي داخلنا على مرحلة تاني نحن نقول من الكوفيد في المرحلة المرحلة هذه سيبقى فيها ونصف المشتريات المشتريات بالتحركات يمكن أن تكون حالة بسيطة يمكن أن تكون حالة بسيطة ومتوسطة يمكن أن تكون حالة خطيرة فهنا اطلاق السعرات لتعامل معك والحمد لله نحن سوف نتعامل مع كل الخلاف بتجيرنا حلاف الموضوع في أصحاب الجمعية أو زملائي في الصحة في أبو سيزال وحلاف رغم أنها حلاف صعبة لذلك الحلاف نصاب الحلاف وغالبيت الحلاف الحلاف السعوبي بسعياتي مثل الإمون المصقرات مثل الجمعية وجعنا نظام خيط جدا نحن بيدينا الحالات الإنسانية بمدخل في مرحلة عزل بنسانينها مبدئياً بنعمل أرشعة مخاياة للمواريد وصور الدعم وبتالب الحالة تلوثية وبنقرر وبنقيم خالة المواريد هل هو محتاج يعمل المسحة أو لا؟ أو إذا كان يحتاج يعمل بعد ذلك عزل المنزلي أو أن ندخل المستشفى يتعامل المسحة إجراءات الاختراضية طبعاً طرية الإنسان كنترول كله بيجاهز معنا لنستخدمنا للمسحة ونظرنا الموافق ونساعدين ونفسهم للحاجات للت بتاعنا الجون وكل للت بتاعنا جاهزين دي وربنا يعين إن شاء الله في المرحلة دي إن شاء الله ربنا يعين حضراتكم ودائماً أنتم درعي الوطن في حماية هذا الوطن من هذا الفيروس الفتاك أشكر حضرتك جداً أستاذة دكتور لمياء شعبان ونتمنى إن شاء الله أن نتعدي هذه الأزمة على خير بأمر الله في سؤال مهم جداً ماذا نفعل إذا شعرنا بأعراض فيروس كورونا؟ هذا السؤال سوف يجيب عنه دكتور محمد الصياد أستاذ مساعد، مدرس مساعد جامعة الأسكندرية نسمع الفيديو ده وأسيبكم مع هذا الفيديو وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم في أتم صحة وأتم عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وربنا أحفظكم جميعاً ويسلمكم وربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا الوباء والبلاء كنت عادي بس أوضح فيه عجالة كده لأن طبعاً أنا تلقيت كميتي السبصرات كثيرة جداً حوالينا الموضوع دي الأيام اللي فاتوا أعمل إيه لو أنا حسيت بأعراض كورونا أو إيه هو العلاج اللي أنا المفروض أخذه تمام؟ بصنا يا جماعة أنا الدكتور محمد الصياد مدرسة وساد العالم المركزة كل الطب جامعة اسكندرية بس أول مرة أعرف نفس الفيديو أو حاجة عشان بس بعرفة الناس مصدر المعلومات اللي بتاخدها إيه ودي نقطة مهمة جداً عايزين نأكد علي ينفحش تاخد أي معلوم من أي حد على الفيسبوك أنا شايف يعني كل الناس بقى الدكاترة وكل الناس بتنصح والناس بتكتب علاجات والناس عملة تجري على الصيدليات الشركة بنيتعلاجات يعني بدون داعي خالص وطبعاً ده تكلفة مادية عليك في الأول وفي الآخر وملهوش أي أساس علمي الموضوع بمنتهى البساطة أنت حسيت بأعراض كورونا سواء أنت كنت مخالط أو غير مخالط اللي مطلوب من حضرتك أن أنت هتعزل نفسك في البيت أو هتتابع نفسك خلاص هتتابع نفسك إزاي للأعراض؟ الأعراض الكحة النشفة المستمرة اللي احنا قلنا عليها إسهال ترجيع فقدام في حسة الشم الهامداني الكلام ده كله واجع شديد في الزور حرارة بتجيلك وتروح ده طبيعي ما هدا أعراض الفيروس أنت الفيروس بيخش الجسم بيقعد يومين ثلاثة أربعة مثلا على ما تظهر عليك أعراض أعراض هتاخد لها يسبوع عشر تيام وبعد كده هتبدأ الدنيا تهدأ معاك ده السيناريو الطبيعي طيب تباني يا دكتور بشتكي من أعراض طبيعي طيب أنت لازم هتشتكي من أعراض وانت بيبقى اشتركوا في القناة